طيب نأتي الآن إلى موضوع جديد السؤالات التي وجهت إلى سيد الخلق وحبيب الحق صلواته رب وتسليماته عليه في معظمها على الإطلاق إلا في موضوعين أمر بأن يجيب بفعل الأمر قل قل كذا كذا في معرض الجواب مثلا يسألونك عن الأهل قل هي مواقلت للناس والحج يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفع ما ويسألونك في نفس الآية ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون انتهت الآية في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتام قل إصلاح لهم خير وبعد قليل بعد قليل جدا في نفس الصحيفة ويسألونك عن المحيط قل هو أذن كل هذه التساؤلات قل 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 فيه موضع متقارب جدا قل هو أذن فاعتزوا النساء في المحيط يسألونك عن الأنفال قل الأنفال في المائدة قبل الأنفال ويسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارع مكلبين تعلمونه قل قل في الأعراف عاد يسألونك عن الساعة في أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي قل برضو وهكذا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى قل 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 إلا في موضعين موضع حذف منه فعل قل تماما وإذا سألك عبادي عني فإني قريب والحكمة واضحة سبحان الله هذه من ألطف الحكم على الإطلاق في هذا الباب لأن الله في أمر العبادة والعبودية العبادة والعبودية أراد أن لا يبقي بينه وبين عابديه من عباده الشائبة واسطة حتى النبي بتوسط كلمة قل كأن النبي هنا لا دور له تولى الله الجواب بذاته المقدسة لا إله إلاه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب ما قالش قل أو فقل فإني قريب ما ألطف هذا والموضع الثاني من سورة طه قل أيضا لكن دخلت عيها إيه الفاء ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا لماذا فقل وفي المواضع الأخر كلها قل قل هنا فقل قال تاج القراء الكرماني رحمة الله عليه في البرهان قال في المواضع كلها السؤال وقع منهم وكان فعلا أتى من يسأل وطرح السؤال أتى من يسأل وأثار أو طرح السؤال لذلك قل أما الذي في سورة طه فلم يسأل عنه النبي بل كأنه قيل له إذا سألوك وسيسألونك طبعا لكي لا تقول إن سألوك لأنه سيقع السؤال لكن إلى أن نجرة هذه الآية الكريمة لم يكن أي سؤل في موضوع الجبال فكأنه قال له إذا سألوك يوما أو مرة من الدهر فقل الفاء هذا كأنها إيش تحيل إلى الزمان المستقبل الزمان أي مستقبل من الزمان فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاحا صفصفا هذا الذي ذكره الكرماني وفي أثاره سار الآخرون الحبد الفقير عندي وجهة نظر أخرى ووافق على هذا عندي شيء آخر ما هو المسائل التي مثلنا لها بالآيات الكلمات يسألونك ويسألونك يسألونك الآخر هي كلها عن أمور أيها الإخوة ليس السؤال لا تحدث عن السؤال أن السؤال وقع كما قال الكرماني لا لا عن المسؤول عنه كلها عن أمور وقعت أو واقعة ليس متوقعة واقعة لكن السؤال عن الجبال ما نصيره يوم القيامة ما لا هذا الموضوع لسه متوقع هذا ما حصل لسه لما يأتي تأويله لما يأتي زمنه لذلك قال فقل ليس موضوع السؤال نفسه حتى لو سألوا حتى لو كان السؤال ضدا على قول الكرماني حتى لو كان السؤال وقع وسألوه الموضوع الذي سؤل فيه وعنه موضوع غير واقع لم يقع غير واقع لسه سيقع متى؟ في علم الله تبارك وتعالى لذلك قال فقل ينسفها يعني سينسفها فقل ينسفها ربي نسفا فيظروها قاعا ولعل هذا أجود من كلام الكرماني يبقى موضوع واحد آخر أيضا عندي وجهة نظر فيه لابد أن أقولها وقد أكون مخطئا ولكن سأقولها لكي ينتفع بها يعني من يسمعها إن شاء الله ربما يعدل ربما يضيف ربما يغلط كل واردة يسألونك عن الساعة أيان مرساة في العراف قل إنما علمها عند ربي ستقول لي هذا يتناقض مع قولك الآن لأن الساعة أيضا مثل نسف الجبال صحيح؟ ولم يقل فقل إنما علمها عند ربي لا تعرفوا لماذا؟ الجواب ليس عن أيان الساعة ليس عن أوان الساعة بالعكس الجواب عن شيء حصل وليس حاصلا الآن بل حاصل أزلا أليس علم الساعة عند الله تبارك وتعالى أزلا قبل أن يخلق الأكوان هو عالم لا إله إلاه بأنه سيخلقها وبأنه بعد خلقها في مدة كذا وكذا سأيه سيدمرها سيقيم قيامة الوجود في الأزل لذلك لم يناسب أن يقول فقل إنما قل إنما وأتى بإنما أيضا للتأكيد إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتا يسألونك كأنك حفي عنها قل إلى أخي هو هذا إذن نظرتم القاعدة مضبوطة لحد الآن هو لم يكن الجواب قل في وقت كذا أو كذا أبدا الجواب عن ماذا عن علم الله وأنه لا يعلم ذلك إلا الله وهذا العلم حاصل أزلا أصلا حاصل أزلا ماذا سيحصل في المستقبل فيجمل أن يشار إليه بالفاء فقل لا 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 واضح تماما انتهينا من هذه النقطة